السلام عليكم مرحبا بالجميع إذن موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله كما هو مبين في العنوان لن يسمح لك جهاز الامتحان الوطني الوطني بالنسبة للأحرار والمتمدرسين والجهوي بالنسبة للأحرار بدون بطاقة التعريف إذن سنرى ما قالت الوزارة في هذا الصدد إذن إطلاق عملية استثنائية وابتداء من 18 ماي أي اليوم 17 إن شاء الله نهار اثنين ستبدأ العملية لإصدار بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة المترشحين للجهاز الباكالورية إذن هالبلاخ الرباط 16 ماي 2020 مواكبة منها للتدابير الحكومية الأخيرة المتعلقة بتنظيم الامتحانات الجهوية والوطنية لنيل شهادة الباكالورية تعلن المديري العام للأمن الوطني أنها ستباشر ابتداء من 18 ماي الجاري عملية استثنائية لإصدار بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة كافة التلميذات والتلاميذ المترشحين للجهاز اختبارات الباكالورية برسم الموسم الدراسي 2019 2020 إذن الإخوان الأمر مهم ومهم جدا خصوصا يعني أنها تكون معك البطاقة التعريف الوطنية نهار الامتحان لأن الحراسة أو يعني التقنية الكفيلة بتنظيم هذه العملية استثنائية لإصدار بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية كما تم توجيه دوائر الشرطة من أجل تسهيل تسهيل إجراء تحصيل شواهد السكنة إذن كما تعرفوا بأن ضمن الوثائق التي تكون عندنا في البطاقة التعريف الوطنية شهادة السكنة إذن شنو غيره لهم غير يسهلوا هذه العملية تسهيل إجراءات تحصيل شواهد السكنة التي تدخل ضمن الوثائق الضرورية لإنجاز هذه الوثيقة وإذ تعلن المديرية العامة لأمن الوطني عن تجند وجاهزية مصالحها تنظيم هذه العملية في إحسن الظروف ممادة بصفة عامة وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في 17 مارس 2020 الإرجاء المؤقت لعملية إنجاز وثائق التعريف الوطني الإلكترونية وباقي الوثائق التعريفية والإدارية الأخرى وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومظف الشرطة من جهة وانخراطا منها في تنزيل الإجراءات الاحترازية المرتبطة بحالة طوارئ الصحية لمن تفشي جائحة كورونا المستجد من جهة ثانية إذن نهار 17 مارس قد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنهم يعني يأجلوا العملية الإنجاز ديال البطائق الإلكترونية البطائق الوطنية الإلكترونية لكن من بعد جهة طارئ ديال أنه ضروري تلمد بأنهم يعني الامتحان ديالهم الجهة والوطني إذن فبالتالي المديرية العامة للأمن الوطني باشرات هذه العملية ديال إعداد جيد للبطاقة التعريف الوطنية إذن إلا كان عندكم شيئا سألوك لي في التعليق وإلى الحلقة القديمة إن شاء الله